طيب التعليم الجميع والجماعات الذكية النهاردة كان عندنا أولا كان عندنا حاجة تانية خالص كنا احنا عارفين نظام تعليم واحد أو اتنين مش كده طيب النهاردة عندك كم نظام تعليم عندك أقصد الجامعات اللي عندك جامعات أهلية وجامعات تكنولوجية وجامعات كذا وكذا مش كده ده نظام التعليم ما ده التغير السوق النهاردة عايز ايه محتاج النهاردة تعمل جامعات معينة وكليات معينة عشان مثلا لو انا في سيناء او جنوب سيناء او عشان محتاج كليات شكلها ايه عشان اللي هنا محافظة سياحية طب انا محتاج لها ده مع اهلين في اهل سيناء البيئة اللي موجودة اللي هو انا في لقصر مثلا او في سوهاج مثلا بعمل ايه في مطروح يبقى ايه الجامعات اللي عندي او كليات اللي موجودة عندي ده اللي بيتعمل في مصر ده مش اللي بيتعمل او تعمل ده اتعمل في مصر مش لسه هي اتعمل يبقى الدولة هنا بتقول حاجة لانه بعض الناس يقولك وإيه لزوك طيب مش قاعدوا هيصوا وقاعدوا يقولك والقطار ده بتكلف كام عرفت انهم بيجذبوا عليكم ازاي عرفت انهم بيبيعوا لكل وهم هذه قنوات والإعلام الإرهابي وبالمناسبة لم قنات تميم وانا بقول تميم بمعنى الكلمة تميم يعني تميم لم يلتزم وقنوات بتاعة النظام القطري لم تلتزم شغالة بالظبط عادي جدا يعني طب احنا الناس واتكلموا وعملوا والنظام ده نظام ايه وانا قلت لحضراتكم هذا النظام محدش يصدق نظام القطري يعني هذا النظام شغال ولن يتراجع انا قلت لحضراتكم وقلتها وافضل اقولها واللي انا بقوله حاصل لم يتراجعوا عن شيء خالص شغالين ضد مصر شغل شغل ضدنا وانهم عايزين يسخنوا الدنيا تاني بقول لحاك لن يلتزموا طب هو انا النهاردة بقص ولا شيء طب ما احنا شغالين هو ما شاء الله وعملين بسم الله ما شاء الله لكن بقول لحاك بيتكلموا عنك بأوهام قال لك القطر وبيتكلف قطر قال لك قطر ربعمائة كيلو بالكلف طضح انه كذابت شفتوا كذابين ازاي مش قاعدوا عملوا حملات الام اللي فاتت على القطر السريع وناس جريت وراه وناس قال لك اولويات اولوياتك حضرتك اولوياتك ما انت كنت في 2014 ساعة الكهرباء اولوياتنا ايه بقت ايه اولوياتك النهاردة طب دلوقتي ما هي الدولة بتفكر للي جاي فكر لمية سنة ومئة وخمسين ومئتين سنة حتى اما يبقى عندك عدد سكان مئتين مليون طب مئتين مليون هتسكنهم فين والنقل بتاعهم يبقى شكله ازاي وتعمل من دلوقتي واللي بكر عشان ما يتبقاش تستلم بلد زي ما كانت خرابة استلمناها من محمد مرسي كده كانت خرابة وقابل كده خرابة مش كده كل حاجة يبقى ايه من غير من سيق يعني ما نسيقش لحد صح طب تتسلم البلد ازاي بمياليق بالناس بالشعب ده اللي بيتعمل في مصر النهاردة كل واحد يبقى ايه عامل بيعمل شغلته بيعمل ايه شغلته وهو محدش عارف دماغ الدولة سيد الرئيس النهاردة بمناسبة طلب من السادة الوزراء انهم يتكلموا بالمناسبة يعني بالمناسبة انا بس دي ملاحظة لازم اقولها طلب النهاردة قال اجتماعات وزراء يطلعوا يتكلموا ويطلعوا يوضحوا ويطلعوا يقولوا النهاردة كان معنا اتنين من السادة الوزراء مهم كويس جدا لازم المسؤول يطلع يشرح للناس كل حاجة مش لازم كل يوم رئيس الجمهوري لازم يطلع النهاردة يتكلم في حاجات كتير يطلع يتكلم كل يوم لا الوزير المسؤول عندهم لا يطلع يرد ويطلع يوضح ويطلع يقول ومعندناش حاجة نخبيها حبل أن تشتغل عشان المئة مليون يبقى عندنا ايه نعمل لهم اللي يستحقوه ترجمة نانسي قنقر